موسيقى 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 ولادة وقدرانة تاطي أنه حتى بجيشها صمد وكافح وانتصر هات كل ياته بيرجع لشعبنا البطل لأنه لشعبنا البطل ما كان هاي الشكر لأمهاتنا يلي قدروا يربونا ويخلوا يشجعوا لادن للانضمام للصفوف الجيش العربي السوري لحتى نحسن ندافع عن وطننا ونحافظ على كرامتنا وعزتنا أكيد مثل ما قالت يمكن هو لوحة متكاملة الشعب السوري خلينا نحكي أنه نحن ما بنستغرب لما نسمع أنه حصلت أي امرأة بسوريا على منصب ما لأنه من الستينات دائما المرأة كانت أخذ حقوقها لليوم لكن دائما المميز أنه بالأزمات المرأة حاضرة دائما وخاصة بالجيش العربي السوري سمعنا عن كتير أمثلة نفتخر فيها إن كانت طبيبة مع الجيش العربي السوري إن كانت مثلا مديرة مكتبة بشؤون شهداء إن كانت مسؤولة عن ملف جرحة يعني هاي المسؤولية اللي أنت اليوم مسؤولة أنا خاطة إنك أنت أم كمان صرت اليوم مسؤولة عن ملفات حساسة بتخص كل بيت وكل عائلة سورية تحكي لنا كمان عن هاي المسؤولية الكبيرة هلأ هاي مسؤولية يعني مسؤولية بتنبع من الداخل بكل واحد فينا خلال وخاصة هالأزمة اللي تعرضنا لها كل واحد فينا حس إنه هو جندي صح نحن بمكاتبنا بس أكيد عم ندافع عن وطننا بعدة أوجه احترامنا للشهيد تقديرنا لإله معاملتنا لزويه اهتمامنا فيهم أكيد بدا تخلينا نطلب التطور والتقدم الدائم بدا تخلينا متل ما هالجندي عم يشارك بالجبهات عن دفاع على وطنه بدنا نحن كمان ندافع ضمن مكاتبنا وبصراحة خلال هالأزمة كل شعبنا هو جنود نعم عم يدافعوا وعم يناضلوا كل إنسان صمت بسوريا وهو إنسان عم يدافع بطريقة ما هو جندي نحن اللي خلانا كمان يشجعنا أكتر بصراحة أمهات الشهداء نعم يلي عم نشوفهم يلي عم يجوا بكل إيمان بكل صبر بكل فخر إنهم هني نقدموا ولادهم لهالوطن هاي شغلة رائعة أنا وقت تجيني ست مقدمي ولادها توقم مقدمتهم إنه لا أنا ما بميز واحد عن واحد خليهم مدام عندهم القدرة هني اللي اتنين إنهم يدافعوا أنا بصراحة أنا سألت إنه عندك طفل صغير وقت قدمتهم قالت لي قدمتهم طبعا بدي أقدمهم لهالوطن واستشهدوا ومثل ما الله عطاني الله أخذ وواجبهم أنا قدمت واجبي وواجبهم أنا شفت الأم السورية يعني قوتها جبارة وقت هالأم يلي قدمت توأم عندها بها القوة والصلابة يلي هي بتطلب مني إنه أنت أي أم هلأ بتجي وعندها قدرة على الإنجاب أنت لازم يكون من واجباتكم كمكتب شهداء تشجعون إنه لازم تابعوا الإنجاب لأن نحن بدنا نظل نجيب أجيال وراء أجيال لتدافع عن هالوطن نحن الأم الفلسطينية ما نقوى منها هاي كلامة لأم الشهيدين نعم إنه الأم الفلسطينية ما نقوى منها الأم يلي بالمقاومة بالجنوب ما نقوى مننا نحن على مر التاريخ كانت الأم السورية متميزة ولازم نظل متميزين وكانت هلأ خبرتني إنه هي حامل ورب العالمين هلأ مارزة غير ولد بس رح تستمر مش عان ترجع جبلنا أجيال قادمة تبنيهم على نفس التربية اللي ربيت ولادة فيهم ليخدموا الوطن ويقدموا أرواحهم في ضل وطن نعم سيادة اللواء أكيد سوريا واللادة وأكيد محالة اللي ينتهي الليمون مثل ما يقال خلينا نروح كمان نحن نستمر بحوارنا لكن رح نتقل لمحافظة القامشلي ومع نساء كنا ردفات لجنود الجيش العربي السوري بجميع الظروف تحية منهم وإلون عيد حماة الديار المزيد بتقرير مراسلنا محمد الصغير هي الأخت والزوجة والأم والصديقة ورفيقة الدرب المرأة السورية منذ بداية الحرب على سوريا لم تخفل عزيمتها لحظة واحدة كانت حضرة لجميع الميادين حتى في ساحة المعركة إلى جانب رجال الجيش العربي السوري أولاً أحب العيد الجيش العربي السوري بهالي الناس اللي يمعين الجيش والله ينصرون يعرون ثانياً نبحث أكد على دور المرأة كتير لأنه نحن وقفنا صف جنب جنب مع الجيش وخياتات العلية وأخذنا دورنا بكامله يعني كأم كزوجي كمبربة ونحن يدبيت مع الجيش إن شاء الله بالسلاح وبغير السلاح المرأة اليوم هي ليست نصف المجتمع بل أصبحت المجتمع بأكمله فهي الأمة التي تنجب وترقبي وهي المعلمة التي تتدرس وهي أيضاً اليوم أصبحت مع الجيش ومشارك الرجل السوري وأصبحت الرجل السوري من دافع عن الأرض وعن العرب المرأة السورية أثبتت في الحرب التي تتعرض لها سوريا منذ أكثر من ست سنوات أنها كانت وما زالت وصفت الرجال مهما ضاقت الظروف يداً بيد مع رجال الجيش العربي السوري حتى تحقيق النصر في ساحة القتال تضع يدها على الزنادة وعينها كعين السقر تترصد بكل حذر العدو وتضرب نيرانها لا ترحم فكيف لا وهي الأم التي تحمي أولادها من أي خطر المرأة السورية تلتحق بصفوف الجيش العربي السوري وهي تعلم أن في هذه الحرب لا خيار أمامها إلا القتال حتى الشهادة يعني بعد هالتقرير اللي تابعناه قديش المرأة أثبتت وجودها بظل هذه الحرب بظل هذه الظروف بظل هذه الأزمة مثل ما تفضلت سياسة الليواء حكينا عن دور المرأة بكافة المجالات وكافة الميادين قديش كان دخولها لصفوف الجيش العربي السوري زاد من قوتها زاد من عزيمتها زاد من إصرارها بالدفاع عن الوطن طبعا إلى جانب رجال الجيش العربي السوري نحن من وقت ما دخلنا بسلك الجيش العربي السوري كان عنا طموح أنه نحن الرجل عنا ما بتميز عن المرأة لحتى تدخل أي مجال بما فيهم المجال العسكري وبصراحة أخذنا دورنا الكامل من خلال المؤسسة العسكرية اللي أثبتت جدارتها وقوتها وصمودة أثبتت أهميتها وقديش عطيت من بداية من قبل الأزمة من وقت اللي دخلوا المرأة لهالصفوفها وكان إنه في مناصب إدارية ومناصب مهمة وحساسة صارت المرأة بالأزمة حسيت أنه لا أنه أنا لازم حتى أحمل السلاح مو بس كمنصب عسكري إداري أو هاي مارست حق الكامل إلى جانب الرجل بكل المهام نحن من البداية كنا متطوعين بالسلك العسكري كجامعيين كأطباء كحقوقيين كافة المجالات الجامعية والكلية الحربية للبنات كمان أخذتهم وهيأتهم ودربتهم وكانوا يعني تدربوا تدربنا بتدريبات لا تقل عن تدريبات الرجل هذا الشي هو كان من دافع اللي خلانا نستمر ونقوة وقت اللي شفنا إنه بلدنا إنه لا محتاج كل واحد فينا يحمل السلاحه حتى ما بس سأضلوا على ضم النطاق الكلية وهي صار في تطوع في عنا صار بنات قناصات وتميزوا تميزوا بعملهم صار عنا صبيعي إنه لا أنا بدي سوق دبابة وهي متعلمة خلال تدريبه إنه تسوق دبابة وتفوقت حتى بعملها إنه تقدر بكل العمليات يلي عم يقوم فيها الجندي أو الضابط السوري قدرنا نقوم فيها على أكمل وجه حتى بمراسلات الحربيات يلي قلبهم صار أقوض من الصخر وينزلوا مع جنودنا بقلب المعارك تصويرهم ما تفرق معهم لا إنه يكون مثلا في خطورة في هاي إنه لا نحنا مثلنا مثلكون وقت قرر السيد الرئيسي ضمنا للجيش العربي السوري ما ميز بين الأنسى وبين الزكر إنه هاد جيشنا وهاد أملنا وفعلا ثبت إنه قدرنا نحقق انتصارات كتير كبيرة ثبتنا تميز ولازم هلا صرنا عم ننافس بكل المجالات إن كانت قيادية وإن كانت بحمل السلاح وإن كانت بالمدفع أو الدبابة فعننا الإمكانية الكاملة والقوة وفيه شي بيميزنا نحنا عن الرجل إنه بشكل عام المرأة عندها القدرة على التركيز أنا ما بدي أقول إنه أكتر من الرجل بس بطبيعة لا بطبيعة المرأة يعني تتنظم تقدر تنظم حياة العائلية ومسؤولياتها اللي هي بالبيت أكتر من الرجل وتحسن تنظم أولادها وتوصلهم وتعلمهم وتوصلهم لمراكز علمية عالية بالإضافة لواجباتها الاجتماعية وواجباتها العملية فيمكن رب العالمين خلقنا بتكويننا إنه منظمين ونحسن نعطي كل حقه ونكون حقانيين زيادة عن اللزوم لأن الأمة بتعلم تتميز بين ولادها فبالعمل بتضل جدية كتير وبتميز الأفضل والأنجح بعملها هذا الشي بيخلينا نتميز فيه وننجح وتفوقوا حتى قناصاتنا يعني أخذوا سيط رائع أكيد قناصات دارية وفي منهم شهيدات أيضا عنا شهيدة نعم الله يرحمها يعني هنا مثالة للمرأة السورية فعلا هي أثبتت أنه هي بالسلم وبالحرب وبكل المواقف اللي بتمرؤ فيها بلادها هي موجودة وحاضرة بس في عنا لألفة الانتباه أنه في عنا صبية وحيدة لأهلا هي وأهلا وافقوا وأهلا يعني إنه ما عندهم غيره وما هاد إنه أنا لا بدي دافع عن وطني نعم مو بس الشباب بيدافع عن وطنهم أنا بدي دافع عن وطني حتى لو مقوتها وصلابت أقوى من بنتها أكيد كمان ما كانت بعتتها أكيد سياتليوة أنا بدي أحكي عن تجربتك بدخولك للجيش العربي السوري كيف قررتي كصوبية تدخلي على الكلية الحربية وتحكي لنا كيف دخلتي على الجيش وك عن شعورك شو علمك الجيش العربي السوري اليوم وصلتي لمنصب يمكن بتحسي إنه أنت كل الأهالي هنا صاروا جزء منك اليوم داك أنت تنظمي لهم أمورهم هذا هذا الشي بكل بيت سوري الموجود فكيف رح كمان تطوري هذا الشغل وتحكي لنا عن التجربة بشكلها لأ بداية أنا بنت المؤسسة العسكرية الله يرحمه والدي كان كمان ضابط بالجيش العربي السوري وزوجي كمان ابن المؤسسة أبوه كان ضابط بالجيش العربي السوري نحنا حضرنا حرب 67 نتذكر جزء منه حرب 73 عطتنا الرغبة والحب إنه نلبس هالبدلة ونتكرم فيها وقت كنا نشوف جنودنا ونحنا بحرب 73 كنا صغار وهي نركض وراء العسكري العسكري يهتم فينا نشوف قديش هو إنسان مهم نشوف الطيارات كيف نركض معهم نحاول بدل ما نحنا نكون إنه ما نسلم بدنا نحاول نخدمه للعسكري اللي شايفينه يركضوا هنن عم يعتنوا بالوطن وعم يعتنوا فينا كمواطنين نشوف اندفاعهم نشوف حسينا بطعم النصر وقت كنا متماشيين نحنا معهم لحظة بلحظة وقت كلياتنا كشعب سوري كنا حسين واسقين من أول يوم إنه النصر لإلنا فنحنا عشنا بهالمراحل والدتي أكيد إلى أثر كمان كأنه الأب العسكري أغلب وقته هو خارج بيعمله فالأم تاخد دور عسكري كمان بالبيت فمتربى بشكل شوي شديد وبيكون اتجاهك أنت إنه هالبدلة هاي شرف كتير كبير وخاصة وقت حققنا النصر ويعني العالم يعني كلاياتنا صغار وكبار وقته فرحنا بالنصر وطار عقلنا كنا نشوف الدفاع الوطني نقوله نشاركونا معكم نحاول بأي طريقة نشوف أمهاتنا شلون عم يطبخوا شلون عم يعتنوا شلون عم يبدوهم بس يخدموها العسكرية اللي عم يقوموا على حمايتنا وهي فهذا أثر كتير فينا وقت اللي ارتبطنا أنا وزوجي كمان هو كان بالجيش متطوع بالجيش العربي السوري كطبيب فنحنا بالجامعة ولهلأ في تطوع من أول سنة بالجامعة فنحنا طوعنا واستمرنا استمرنا بهالجو وصراحة يعني فيه رعاية تامة كانت لأبناء العسكريين لظروفهم العملية وهي فدائما كان فيه العناية والتوجيه إن كان من البيت وإن كان ما فينا ننكر فضل مدارسنا والمنظمات الشبيبة اللي كنا نتبع له كلها كانت فيه يعني شي مغروس بداخلنا للدفاع عن هالوطن فلقينا إنه أشرف شي لإلنا هو هالسلك العسكري نحسن نقدم فيه ونكون متل ما كانوا آبائنا وإن شاء الله الله يقدرنا طبعا أكيد وجود يعني الزوج المساعد الأولاد بدون يساعدوا أهلك بدون يساعدوا يعني الحياة مانا يعني بسيطة خاصة للحياة العسكرية فبيكون فيه تعاون من العائلة الأولاد كمان ما يشيون بنفس الجو العسكري؟ هلأ يا عبا نسبيا إجباري لأن الأم بالبيت بدأ تاخد دورها ودور هاي فإجباري بدك تكوني شديدة لحتى شوي نحسن لأنشئ جيل صالح صحيح وبظن هلأ هلأ مستقبلا إنتوا مراحلكون هلأ بننشوف تظن تطوع أكتر إن كان شباب ولن كان بنات لأن إحنا عشنا الحروب وعشنا شو معنى العسكرية وهلأ هالجيل هاد أنا ماني خايفة عليه رح يطلع لنا مستقبلا كمان جيش جيش أويب وصامد من شان يضل يحقق الشي يلي حققه جيشنا حاليا سيدة اللواء قبل ما نختم معك كان حديثنا اليوم مركز على دور المرأة قديش كانت المرأة رديف للجيش العربي السوري بكل المجالات حكينا عن المراسلات الحربيات حكينا عن القناصات بدنا نترحم على أميرة الإخبارية السورية أميرة الشهداء الزميلة ياري عباس يلي كانت مثال للمرأة يلي كان عندها طموح يلي كان عندها شغف لأنه تكون بأرض الميدان بدنا نترحم أكيد على روحها وروح جميع شهداء الأعلام أكيد وبدنا كلمة أخيرة من سياتة اللواء نيبال بدر يلي نالت هذه الرتبة وكانت أول المرأة بتنال رتبة اللواء أول شي بدي أتشكر شعبنا الصامد بدي أتشكر لأن شعبنا هو يلي أنتج لنا هالجيش قيادة رئيسنا الفريق بشار حافظ الأسد بدي أتشكر كل أم شهيد كل أم جريح بدي أتشكر كل مؤسسة عم تعنى بزوي الشهداء والجرحة ومدارس أبناء الشهداء يلي عم تخرج لنا هلأ أجيال رائعة متفوقة بكافة المجالات بدي أتشكر كل إنسان إن كان أنتوا بألمكن وبصمودكن الشكر الأكبر لجرحانا يلي هلأ بجراحهم نحن عم تتبلسم جروحنا نتمنى إن شاء الله نحن صرنا عم نقطف سمار النصر نقدر نراعي كل شهداءنا وكل جرحانا ويرجعون لنا مفقوديننا وإن شاء الله نقدر نشتغل جزء بسيط من الشيء يلي عم يشتغله سيد الفريق بشار حافظ الأسد وسيد أسماء والقيادة العامة لا الاهتمام بزوي الشهداء نكون عند حدثة نظنن ما نقصر معن لا هنن ولا أي فرد بأسرتن أكيد أنا بدي أتشكرك نحن فخورين فيك مثل المرأة السورية اللي اجتهدت ووصلت واليوم ما يمكن بين إيديك ملف بيخص كل بات سوري وعائلة سورية نتمنى لك التوفيق بمهمتك الجديدة وإن شاء الله هيك ينعاد علينا بالنصر وشكرا كثير لوجودك معنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ألف خير ألف خير يا رب شكرا لكم شكرا لكم